لا غنى عن الكهرباء هنا ولو لساعة واحدة ورش النجارة في ضمياط إحدى أكبر قلاع صناعة الأثاس في المنطقة باتت تئن تحت وطأة انقطاع الكهرباء في هذه اللحظة ينقطع الطيارة تتوقف الحياة وتصاب المكينة بالشلل هنا يعود الطيار بعد ساعة أو ساعتين ثم لا يلبث أن ينقطع مرة أخرى ويتكرر السيناريو طوال ساعة اليوم بالنسبة للكهرباء مدمر الدنيا خاصة عندك الكهرباء تطفى من 6 إلى 7 ساعات في اليوم أنا بالنسبة لي كان عندي حوالي 5 صناعية دلوقتي ما عادش عندي صناعي واحد سباق مع الزمن لإنجاز المطلوب ومع الانقطاع المتكرر للطيار تتزايد الخسائر شبح البطالة يهدد الجميع ويخيم على المئات من ورش النجارة بسبب الكهرباء أكثر من نصف مليون عامل بتلك الورش من أبناء ضمياط ونحو 200 ألف وافد من المحافظات المجاورة الكل بات مهددا في لقمة عيشه معنا خمس رجالة كل يوم شغالين ما رأناش اللي هي الشغلانة دي بسبب الكهرباء بصراحة إحنا حلنا وجه بجان أكثر من 3-4 شهر الورشة دي كنت بشيل منها 100 شكارة في اليوم النهاردة بشيل خمس شكار منها وكل أسبوع بسبب انقطاع الكهرباء الكهرباء بتكتع عندنا ساعة وبتروح ساعة وتيجي ساعة يعني حوالي 10-12 ساعة بيطعم في اليوم خلف الانقطاع المستمر للطيار الكهربائي لدى العاملين بتلك الورش ومعظمهم من سكان الريف خلف شعورا متزايدا بالظلم والتهميش فالمقارنة حاضرة دائما مع المدن أنا بلاحظ أن هم في الأرياف بالذات بيطعوها فترة طويلة أكثر من المدن لأن يعني بيقولك المدن فاها ناس كتير أو فاها ناس هتشك كتير الأرياف ما تتكلمش طب يعني الأرياف دي مش ناس لها علاها التزامات ولا حقوق الأمر لم يقف هنا عند حد انقطاع الطيار وإنما امتد إلى لهيب متزايد للأسعار في كل المجالات ولم تكن فاتورة الكهرباء المنقطعة أصلا استثناءا من ذلك الكهرباء بتقطع وكهرباء غلت كمان يعني الكهرباء غلت علينا برضوك جاز والبنزين أثر برضوك أثر في الشغلانة بتاعتنا وأثر في الأسعار كل حاجة غلت معدى الصنايعي أجرة الصنايع اللي هو شغال أجرتنا زي ما هي ما حصلش فيها أي زياد العديد من خريج الجامعات في هذه المنطقة توجهوا تلقاء وراش النجارة والأثاث هربا من البطالة لكن انقطاع الطيار فرض عليهم واقعا أكثر مرارة قلنا خريج الجامعات ومع ذلك مضطرين نشتغل الشغلانة دي عشان البطالة اللي موجودة وقلنا المشكلة هتتحل قالوا هتتحلوا بتاع بس ما فيش حلول مش عارف يعني هم لو فشل يقولوا انه هم فشل إنما تفضل الأمة بعلا ما هي كده يعني حسب الله ونما الوكيد وهكذا باتت الأزمات تحاصر قلعة الأثاس في دمياط تلك المدينة التي تمثل نحو سبعين بالمئة من صناعة الأثاس في مصر من العالمية إذن إلى الانقراض فالنموذج المأمول للصناعات الصغيرة تحول هنا في دمياط إلى حالة من حالات الفشل بسبب الكهرباء التي بدت أكبر من قدرة نظامي على الحل ترجمة نانسي قنقر